كون الرئيس المصري هو أول رئيس أجنبي يلقي كلمة داخل الفيدرالية الروسية ماذا يعني ذلك؟ أولاً مهم جداً نحن نوضح أن العلاقات المصالح هي أساس كل العلاقات الدولية وهي لا تتنخض إطلاقاً مع العلاقات الوديابال بالعكس كلما كانت المصالح المشتركة بتمثل أساس أعمق للعلاقات بين الدول كلما اتسع المجال أكثر لكل اللفتات الودية في العلاقات بين الدول العلاقات الروسية القديمة أو السوفيتية أصلاً كانت قائمة عليها لأنه مصر بتاخد تجربة الاستقلال الوطني في مواجهة الاستعمار العالمي وبتحاول تبني دولة تقوم على تنمية وتحقيق تقدم والاتحاد السوفيتي كان له مصلحة أيضاً في تحرير مصر أو في تجربة مصر للتحرير من الاستعمار وفي بناء دولة مستقلة ومنطقة قدر الإمكان مستقلة من هذا النفوذ الاستعماري وهذا ما استمر وهذا معكسته 30 يونيو أنه لم كانت القضية هي قضية أنه الإرهاب الذي يمثل الخطر الأكبر على الاستقرار في المنطقة على دولها الوطنية على السلام فيها واتفقت وجهة نظر الجانبين على أن الإرهاب هو الخطر الأكبر ليس فقط على استقرار المنطقة وإنما على الأمن والسلام في العالم وبالتالي هذا التوافق في المصالح وهذا التوافق في الرؤى والذي مثلاً الأساس الراسخ للتقارب في مختلف الجوانبين كيف ستترجم هذا التوافق في المصالح إلى اتفاقيات يعني ما المتوقع توقيعه غداً؟ خاصة أنه أن ضيفي قال بأن غداً ستبدأ المراسم الرسمية والإجراءات الرسمية بالفعل الأول أنا عايز أقول أنه يعني السؤال اللي حضرتك وجهتيه بخصوص الدعوة إلى مجلس الفيدرالية طبعاً ده بيعكس حرارة هذه العلاقات بيعكس الدفء في هذه العلاقات بيعكس يعني إدراك الجانبين يعني إلى أي حد مصالحهم المشتركة ورؤاهم للعالم وخصوصاً فيما يخص مكافة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي والأمن والاستقرار في مطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي مصر مهمة فيه طبعاً ده يعني اعتراف بمكانة مصر دعوة رئيس مصر لمجلس الاتحاد هو اعتراف بمكانة مصر باعتبارها كبرى الدول العربية وباعتبارها الدولة المحورية الأكثر أهمية من الولايات النظر العسرية نعم نعم وترجمتها إلى تفقيات طبعاً في كل المجالات التي جرى الحديث عنها سواء مع عمد فيديف أو مع المفاوض الاقتصادي للاتحاد الأوراسي أو غيره طبعاً إحنا عندنا استكمال والأول اللي تكلم عنها الرئيس السيسي نفسه في خطابه في مجلس الاتحاد استكمال موضوع الضبعة استكمال المنطقة الصناعية في شرق القناة التوسيع التبادل التجاري لأرقام غير مسبوقة وفي الحقيقة مد فيديف أشار لأنه التبادل التجاري زاد بنسبة الثلث هذا يعني في العام المنقاضي عن العام السابق وتعدى الستة مليارات تقريباً ستة وسبعة من عشر مليار دولار الآن في مسألة اشتراك مصر في المنطقة التجارية الحرية ترجمتها طبعاً في مسألة اتفاقية التعاون الشامل والمشاركة الاستراتيجية التي تشمل يعني على وعلى كل أشكال التعاون الاقتصادي الهام مدية تشمل أيضاً تبادل وجهة النظر وتبادل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب سواء مكافحة الإرهاب في ليبيا حيث تحتاج مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة إلى الإمكانات المتقدمة التي تتحها القوة الروسية مسألة أيضاً امددنا بالأسلحة الضرورية لمكافحة الإرهاب عمليات المسح الجوي والفضائي للصحراوات والسواحل المصرية طبعاً تعزيز قوة العسكرية حاجة زي مثلاً امددنا بالمسترال اللي هي صحيحة تصنيع فرنساية ولكن كان الحساب الروس وروسية هي التي قررت يعني تسليم هذه الهتين سفينتين إلى مصر وبطائرات اللي اللي كيبتر كا 52 يعني التي تحملها هذه الطائرات والتي تمثل يعني إمكانيات عسكرية واسعة جداً بالنسبة لمصر سواء في حراسة أو في الشواطئ وفي مواجهة أي محاولات للاختراق كل ترجمة هذه الرؤى المشتركة وهذه المصالح المشتركة إلى التفاقات هي يعني في حقيقة الأمر هي التعبير الحقيقي لأنني أستطيع أن أتحدث عن الود وعن الصداقة محطط الضبع التحديد أهمية الاتفاق الخاص بمحطط الضبع الاتفاق الخاص بمحطط الضبع يتسم بأهمية كبيرة جداً الحقيقة لا تقف عند توليد كمية معينة من الكهرباء ولكن اتفاق الضبع يمثل اقتحام مصري لعالم استخدام السلم للتكنولوجيا النووية وده مشروع بدأ فيه منذ عهد عبد الناصر ثم للأسف تعرض لانتكاسة كبيرة يعني بعد هزيمة 67 احنا كنا أول دولة تعمل مفاعل لنوي بحثي في أنشاص في أواخر الخمسينات وده كان أيضاً بمساعدة سوفيتية في حينه وكان عندنا قسم اللهندسة النووية أمد المنطقة العربية كلها بخبراء مهمين جداً جداً ايضاً تعرض للانهيار فطبعاً احنا يعني ليش بس بنعمل توليد للطافة الكهربائية ولكن بنوطن وده النقطة دي مهمة جداً أولاً أنه بيتعمل بنية تحتية كاملة للصناعة النووية وده يعني أحد المجالات بلدة الأهمية في اقتحام المستقبل لأنه الطافة الكهربائية تبطفل أسئلة الكهربائية السلمية مهمة جداً لأن تلحقي بالعصر